هل يا شيخنا نعذر عن المقاطعة هي على بابها هنا السياق سياق الحديث عن المنافقين كيف يكونون هم أقرب للكفر منهم للإيمان وهم منافقون يعني هم كفر بطبيعة الحال نعم بارك الله فيك وذكرنا قبل قليل دكتور أنه أيضا قد يدخل يعني في معاني الآيات وإن كانت تنزل الآية في الكفار لكن قد يكون لبعض أهل الإيمان حض وجزء منها وتكلمنا عن شبهة أنه لا يجوز هناك من يقول لا يجوز إنزال الآيات التي في الكفار على المؤمنين بإطلاق ويستدلون بما قال ابن عمر أن الخوارج يعني شر الناس انطلق وذلك أنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين وهذه غفلة عن معنى هذه العبارة من هذا الصحابي الجليل ولأن الخوارج أنزلوا آيات نزلت في الكفار فكفروا بها المسلمين أما أن الإنسان يخشى على نفسه من أن يدخل في جزء من معنى الآية فهذا لا شك فيه ورد في النصوص المرفوعة وفي الألتار الموقوفة من الصحابة فمن بعدهم وذكرنا أمثلة على ذلك فيما سبق منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة رضي الله عنه عندما زاره ما في الليل وقال لا تصليان فقال له علي يا رسول الله أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبتعتنا أو كما قال فقال علي فرأيته صلى الله عليه وسلم وهو مول يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدل ولا شك أن هذه الآية سياقها في الكفار في الإنسان الكافر وأمتل كثيرا يعني وكما قال ابن القيم وغيره يعني قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا هذه في اليهود نزلت يشك في ذلك ولكن قال من حمل العلم وحمل القرآن ثم نافق أو لم يعمل بما علمه من العلم أو حرف الكلمة عن مواضعه فإن له حظ ونصيب من هذه الآية وهذا كثير وقول سفيان بن عيين من فسد من علمائنا ففيه شبه اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه النصار فكذلك يعني هم للكفر يوماد أقرب منه للإيمان قد يقترب ويدخل في بعض خصال الكفر الأكبر وقد يقترب من ذلك يضعف إيمانه ويقترب من ذلك وأيضا ذكر أهل العلم أن من الفوائد في هذه الآية أو في هذا الجزء من الآية يعني مع أن الله يعلم كل شيء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لكن كأن إشارته من الله سبحانه وتعالى أن يحذر الإنسان من أن يسارع بالحكم بالنفاق الأكبر أو بالتكفير على إنسان لم يتحقق ذلك منه فيها نوع من تعليم أو من التنبيه على الاحتياط في إنزال الأحكام لا سيما بالكفر